بغية المتابعة والاشراف المباشر للعمل الاعلامي وبحضور قائد القوات البرية عقد مدير صنف الاعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع المؤتمر الدوري الاول لعام 2022 والذي حضره مدراء اعلام قيادات الاسلحة والعمليات والفرق العسكرية وتضمن المؤتمر اتخاذ جملة من القرارات من الاهتمام بعوائل الشهداء وشريحة الجرحة فضلا ان طلح عددا من الافكار والاراء الخاصة بالعمل الاعلامي الرصين حقيقة تم حضورنا هذا اليوم للمؤتمر الاعلام الامني الخاص بضباط مدراء الاقسام في قيادة العمليات وقيادات الاسلحة وقيادات الفرق العاملين بالمجال الاعلامي وبحضور السيد قائد قوات البرية واللواء مدير صنف الاعلام حقيقة تم مشكورين التطرق على عدة محاور اهمها هو اظهار التضحيات التي قدمها ابطال قواتنا المسلحة في الجيش العراقي على كافة الاسعدة وخصوصا في مجابهة عصابات داعش الارهابي وحققت الانتصارات تلوء الانتصارات وكذلك التركيز على دعم واسناد كافة مقاتلين الابطال ومتابعتهم من كافة الجوانب الادارية والخدمية وجرى خلال المؤتمر التأكيد على متابعة دق التفاصيل الخاصة بالمقاتلين ومن ضمنها الارزاق والمعنويات وتقديم الدعم والاسناد لهم ومن الجوانب كافة بالاضافة الى التركيز على قيافة الاسكرية وكل ما يخص الشؤون الادارية ورفع المعنويات تم عقد مؤتمر لسنة 22 وهذا المؤتمر الثاني لضباط الاعلام وقيادات الاسلحة والعمليات والفرق بحضور السيد قاد القوات البرية ومدير صنف الاعلام والتوجيه المعنوي اللوائي هي رسول وكانت بعض التوجيهات كان من اهمها هو الاحتناء بالجندي العراقي الباسل من حيث الارزاق والاجازات السكن التحصينات في الوحدات العسكرية وكذلك تم التوجيه بزيارة عوائل الشهداء والجرحى والاهتمام بهم وزياراتهم بين فترة واخرى وقضاء احتياجاتهم كان توجيهاتهم لزيارة العوائل والشهداء والجرحى وتوجيه تناب المراتب والحالة المعنوية لرفع الروح المعنوية للمراتبنا ومتسبينا وزيارة الوحدات وتأيته وتفتيشة من كافة النواح لرفع الروح المعنوية له علي سامي اعلام وزارة الدفاع اشتركوا في القناة